قطاع التيار الكهربائي في مصر أصبحت حديث الساعة لتكون أزمة جديدة من ضمن الأزمات التي يعاني منها الشعب المصري يومياً هذه الأزمة دفعت بالكثيرين إلى تنظيم وقفات احتجاجية والامتناعي عن دفع فواتير الكهرباء نظراً لقطاعها المتكرر صفحة مواقع التواصل الاجتماعي لم تهدأ من تعليقات مرتديها للتخفيف من حرارة الصيف وانقطاع الكهرباء صور عديدة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لإظهار حال المواطن المصري منذ لحظة انقطاع الكهرباء حتى عودتها ومع الوعود المتكررة التي تصدرها الرئاسة ووزير الكهرباء والطاقة أحمد إمام بإنشاء لوحات توزيع جديدة لتحسين البنية التحتية للكهرباء في مصر تظل معاناة الشارع المصري مستمرة ممزوجة بفكاهته المعتادة للتخفيف من وطأة الأزمة الحالية ريم صبري العربية